شهد برنامج التحول الالكتروني في مملكة البحرين تقدما كبيرا نظرا للاهتمام الملحوظ الذي توليه هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية في توفير بنية تقنية عالية الجهزية كما تحرص هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية على بدل مزيد من الجهود لتحقيق تطلعاتها وأهدافها المنشودة بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطني والمقيم وتحقيق الاستدامة للخدمات الحكومية بتوجيهات مستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تواصل مملكة البحرين جهودها في تنفيذ برنامج التحول الالكتروني للمملكة وتكريس عمل الحكومة الالكترونية بالشراكة مع القطاع العام والخاص من خلال إخضاع منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للتطوير المستمر إلى جانب توفير بنية تقنية عالية الجهازية وقنوات إلكترونية متنوعة محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي يعد أحد المحاور الستة من أولويات العمل ضمن برنامج الحكومة والذي يتم العمل على تنفيذه من خلال السياسات والمبادرات التي يتضمنها البرنامج هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية سعت لإطلاق حزم من المبادرات علاوة على تنفيذها للعديد من المشاريع في مجال التحول الإلكتروني دعما لبرنامج الحكومة وتعزيزا لمبادرات استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي 2022-2026 والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي أهداف وتطلعات من شودة تحرص هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على بدل مزيد من الجهود لتحقيقها بقطاع التحول الإلكتروني بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم وتحقيق الاستدامة للخدمات الحكومية عبر أتمتتها وتوفيرها عبر مختلف القنوات الإلكترونية والتطبيقات الذكية الخدمات الإلكترونية في مملكة البحرين تشهد تطورا ملحوظا ومستمرا مواكبة للتطور الذي يشهده العالم في هذا المجال حيث أسهم هذا التقدم الرقمي في تحقيق ما نسبته 89% كمتوسط استخدام الخدمات الإلكترونية مقارنة بالخدمات التقليدية في المملكة